انطلقت فعاليات المبادرة القومية للتكافؤ الفرص التعليمية للجميع بمحافظات الشرقية وذلك تنفيذا لتكلفات رئيس الجمهورية بدعم تكافؤ الفرص التعليمية وشمول جميع الطلاب الأولى بالرعاية وتأتي هذه المبادرة في إطار جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي لتمكين ذوي الهمم وتحت منظلة كيانات التعليم المختلف حيث تم تسليم 89 جهاز كمبيوتر محمول لذوي الإعاقة البصرية بقاعة الاحتفالات بكلية العلوم بجماعة الزقزيق